انفجار برج البراجنة 43 شهيدا بينهم قيادي من حزب الله و239 جريحا الانفجار بعيون الشهود داعش يتبنى التفجيرين وينعي ثلاثة انتحاريين فلسطينيان وسوري صباح الخير عين السك دامعة عين لا تنام وهي التي ما تزال في مرحلة احصاء ضحاياها ثلاثة واربعون شهيدا وما يربو على 239 جريحا هي حصيرة التفجير الانتحاري الذي ضرب اكثر المناطق ازدحاما في الضحية الجنوبية فالى برج البراجنة دخل الارهاب واستقر في عمق شوارع مقتضة تصلي وتفتح جوامعها وحسينياتها لدعاء ليلة الجمعة لكن الارهاب المتنكر بالزي الاسلامي لا يعترف الا بجمعة من دم اعتاد على اراقتها في شوارع ومدن عربية وللبرج حصة مرتفعة من الارهابيين حيث تزنر اربعة ارهابيين باحز مناسفة فجر اثناني نفسيهما وقتل الثالث والزنار على خصره فيما تمكن الرابع من الفرار داعش تبنت دم الشهداء توزعوا على المستشفيات وبعضهم اشلاء الجرحى تحت المعالجة في مستشفيات بهمن الرسول الساحل والبرج رئاسة الحكومة اعلنت الحداد اليوم وزير التربية اصدر قرارا باقفال المدارس والمعاهد السياسيون اصدروا بيانات استنكار تدين الارهاب ورؤساء من العالم الغرب قبل العرب عبروا عن تضامنهم مع لبنان وكان لافتا الاستنكار الفلسطيني من القيادة برئاسة محمود عباس الى حماس وتعبيرهم في بيانات واتصالات هاتفية عن رفضهم لهذه الاعمال الارهابية اذا اربعة انتحاريين يستهدفون منطقة برج البراجنة اثنان منهم نفذا تفجيرين متتاليين مخلفان عشرات الضحايا بين شهداء وجرحة اما الثالث فقتل قبل ان يفجر نفسه وحديث عن انتحاري الرابع تم القبض عليه بالكاد تناسى اللبنانيون ارهاب الانفجارات ومشاهد الدم والدمار فمنذ موجة التفجيرات التي استهدفت الضحية الجنوبية لبيروت بين عامي 2013 و2014 عاد الارهاب مجددا الى الضحية في مساء دموي شهدته منطقة برج البراجنة المقتضى سكانيا ومروريا فقد هزى المنطقة تفجيران بفارق زمني بسيط الاول وقع قرب حسينية الرمل في منطقة عين السكي اما الثاني فوقع قرب محلات فروج السباعي في المنطقة عينها نفذهما انتحاريان قيادة الجيش اعلنت انه حوال الساعة السادسة مساء الخميس الثاني عشر من شهر تشرين الثاني الحالي اقدم احد الارهابيين على تفجير نفسه بواسطة احزمة ناسفة في محلة عين السكي برج البراجنة تلاه اقدام ارهابي اخر على تفجير نفسه بالقرب من موقع الانفجار الاول ما ادى الى وقوع عدد كبير من الاصابات في صفوف المواطنين الذين تجمعوا لمساعدة ضحايا الانفجار الاول وعلى الاثر نفذت قوى الجيش انتشارا واسعا في المنطقة وفرضت طوقا امنيا حول موقعي الانفجارين كما حضر عدد من الخبراء العسكريين وباشرة الشرطة العسكرية رفع الادلة من مسرح الجريمتين لتحديد حجم الانفجارين وهوية الفاعلين وقد وثر في موقع الانفجار الثاني على جثة ارهابي ثالث لم يتمكن من تفجير نفسه ما حالا دون حصول تفجير ثالث يستهدف مواطنين ابرياء اخرين كانوا سيتجمعون بعد التفجير الثاني وفي ظل تواتر الحديث عن انتحاريا رابع نشر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر حجدا غاضبا وهو يطارد شخصا عقب التفجيرين وافادت المعلومات المتداولة ان هذا الشريط يوثق لحظة القبض على الانتحاري الرابع الذي كان يستعد لتفجير نفسه بين الحشود غير ان صحة هذه المعلومة لم تتأكد بعد يذكر ان الانتحاريين كانا راجلين التفجيران اوقع اكثر من 239 جريحا وما يفوق الثلاثة والاربعين شهيدا من بينهم القيادي في حزب الله الشهيد الشاب عادل ترموس الذي شك باحد الانتحاريين خلال محاولة الاخير دخول مسجد الامام الحسين في عين السكة بمنطقة البرج فبعد تشكيكه بالانتحاري في اعقاب التفجير الاول ما كان من ترموس الا ان رمى بنفسه على الانتحاري الثاني وتمسك به ليخفف من وطأة الانفجار لكن الانتحاري كان اسرع ففجر جسده بعادل الذي كان يستحب طفلته الصغيرة التي استشهدت ايضا وعادل ترموس بن بلدة طلوسة الجنوبية يبلغ من العمر ثلاثين عاما وهو امتزوج ولديه ولدين صغيرين هذا وقد سارع تنظيم الدولة داعش الى تبني الانفجارين في بيان اعلن فيه عن استهداف منطقة برج البراجنة في الضحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله وتحدثا عن عملية امنية نوعية تمكن خلالها جنود التنظيم من ركن دراجة مفخخة وتفجيرها في شارع الحسينية في منطقة البرج اما الحصيلة الدموية لتفجيرين الارهابيين الذين ضربا منطقة برج البراجنة فكانت كبيرة عدد الشهداء والجرحى لم يرسوا حتى ساعات الليل المتقدمة على رقم نهائي لكن اخر حصيلة شبه نهائية اعلنتها وزارة الصحة ليلا اثادت ان عدد الشهداء بلغ ثلاثة واربعين وعدد الجرحى مائتين وتسعة وثلاثين توزعوا على مستشفيات الرسول الاعظم بهمن الساحل والبرج في الضاحية الزميل ادب شمس الدين جالة على بعض المستشفيات وتحدث الى عدد من المصابين الحمد لله على السلامة اول شيء خبرنا شو صار معك وعم بيقولولنا انت الانفجار التاني كنت في الجامعة مصلي طلع الانفجار وركعت تعليم الشباب قلنا منسع في حد انا وصلت وطلع الانفجار التاني درت تشوفوا شو صار لا 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 بس انفجار قوي كتير واني صابتك لأطلقين وحولي والجرحى مثل الشته هاني هاني بالبطة وبيدي شوائع انا بتمنى رسالتي او شيء للأسف ما عنا رئيس جامورية الكرسي الاولى خالية من ال لا بدي رسالي اني توصل لدوت الرئيس لأسيدنا بيه بره وللحكومة وللوزر والنواب اللي عنا نتمنى عليهم يجتمعوا ويتفقوا ويطعوا بكرارات جديدة لان البلد ما بقى يحمل والشاعة ما بقى يحمل كنا موجودين بالجامعة عم نسمع عم نصلي صلينا خلاصنا نحن عم نصلي ولا سمعنا صوت انفجار بره طلعنا لبره لنشوف الصوت اللي طالع نتوجه نصلي بالانفجار لقىنا العلم بالارض عم نصلي بالعالم وكل ما يلزم كان فيه عالم كتير اشلق بالارض كان فيه بحدود القمساعش يشرين هذا كحصيل اوليه المبينين على الطريق غير اللي كانت تحت نحن عم ننقذ العالم ولا بعد فيش شيء سبع دقايق من ضائق بيطلع انفجار تاني وراك هنا وراك هنا وراك هنا وراك هنا يعني قبل قبل مدخل قبل مدخل الجامع على الزاوية هونيك في اكسبرس حد الاكسبرس فيه دائما في شاباب هونيك هو كان هيدا شاهم يقول الله أكبر اللي بدي يفوت يفوت على الجامع بدي يفوت صوب الجامع ولا في شاب من تعوى الاكسبرس كمش وعبطو طلع الانفجار فيه يقوله الشهيد اللي عبطوا لهذا الانتحار اللي يفجر نفسه هونيك عزاوي انت حضرتك إصابتك كيف؟ الحمد لله يعني إصابات تفيف يعني بس انه في ردود بصدري وعيني 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 ومن موقع التفجير شهود يروون للزميلة يمنى فواز تفاصيل مرعبة عن لحظات التفجير لحظة وقوع الانفجارين عندما داخل عين السكي في باجر بياجنا طوقت المنطقة أمنيا تطويقا مشددا واستحدثت حواجز عبد من قبل الجيش والمواطنين عند كل المداخل المؤدية إلى الموقع لاكتفاز السكاني يعوق العمل الأمني والتأكد من خلوها من العبوات كما أن بعض وجهات الأبنية مهددة بالسقوط خسائر بشرية ومادية لا يمكن إحصاؤها حتى اللحظة وعدد كبير من المفقودين يبحث عنهم زوهم عدد من الناجين في حالة الصدمة وشهود عيان على ما حدث طلع أول الفجار ركادت لأنه ابني نازل نزلت الرسول جاي من الشيء من شكل الكهربة وصلت أول هنا أول الفرن في فرن مكي هنا يا حرام بعد وفيت عجزيز هنا بس فتل جوا طلع الفجار حان بتطلع جوا بالفرن لقيته واحد من هنا مقطع طاير من تحت هذا لحط اللغم الفجار ها أنتها شفته؟ ايه أنا شفته من هنا؟ ايه شفته أنا من تحت طاير من فوق ما أشبه شيء بعد فيش ثلاث دقايق طلع الفجار على حد الجامع عزاوية لتجمعة العالم شو عملت بهاللحظة أنتها؟ أنا بعاش فيني بدي شوف بالبلدين شو بدي لهم لأتطلع اتطلعت بمنظر غريب من المجمع أقول العالم بسار تتموت بسياراتها شوف أعب الله خمس دقايق مسطل بس مش عاش بداحك شوف العالم فدى الحزان انصدمت انصدمت بطلت عائل شو وين كنت أنتها؟ بعدني نازل عند أختي كانت بناصول الأعظم ونازل على الباب في بحضورة ثلاثين اللي هل أنت؟ في شباب كتير مفقوضي هلا عبي فاتشوا في ناس عا أخواتها معا بلاقوها أول شي جاي من الشغل بكير ونصلت على محل يعني عندي محل موضوع ونصلت على المحل طلع صوت كتير أول لقد جيت ركض لهون أول ما وصلت بيطلع امفجار تاني فأبقرب أنا لأشوف أصحابي يعني بتاعتي أنا شلت صاحبي يعني على الأرض ومزعلت يعني كربال مزعلت يعني كربال موقعت أوصار امفجار أو شي يعني كنا منتمنى نقع شو هذا كلنا يعني أنا شلت أربع شو هذا بنات يعني حجبين وهيك شلت ثلاثة رأس على طريق المطار وفجأة سمعنا الصوت وفجأة نزلنا لقينا مجمعين العالم إنه قالوا إنه في واحد ما مفجر حاله بس يعني كل أكترية اللي رايحين اللي صاير معهم كلهم أصحابنا ولاد المنطقة فضل المفرق من المطسيق يعني ديتين طول عن انفجار هيدا هوا يعني فرق ديتين يعني حرام اللي صار حرام يعني أنت واحد من الناجين هلا أيو أنا؟ البنائي اللي انفجري ما اسم البنائي؟ بناية شماس نحن اللي عايشين فيها البنائي كله آرابي خاليتي ولد خاليتي والحمد الله كلنا بخير وسلامة كل البنائي بخير؟ الحمد الله كلنا بخير وسلامة حد الانفجار اللي ثاني بس طلع بوجي الانفجار انت ومن كنت؟ انت وابنك؟ حمد الله على السلام يا حبيب ما عليكم إن شاء الله شو ما تقول يعني بعد هيدا اللحظة؟ ولا شيء ما بل شيء على رغم من المصيبة التي حلت بأهالي بوجر براجنا في الضحية الجنوبية إلا أنهم يؤكدون أنهم مؤمنون بالله والشهادة ولا يهابوا الإرهاب من موقع الانفجار عين السكي في الضحية الجنوبية يمنى فواز قناة الجديد وزير العمل سجعان قزي والتربية ليسبو صعب ومساعد الأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل وعدد من السياسيين تفقدوا موقع التفجير أعتقد هي لحظة للوحدة الوطنية هي لحظة لأن تدرك كل القوى السياسية ونحن منها أن الزمن هو زمن الوحدة الوطنية زمن إطلاق مصار سياسي مختلف عن مصار الرفاهي الذي نحن فيه اليوم أخشى أننا نعود ربما لا سمح الله إلى زمن التفجيرات إلى الزمن الأسود إلى زمن الدم وهذا ما يفترض بأن يكون هناك مصار تسوي سياسي شامل في لبنان تظل العمل الأجهزة الأمنية اللبنانية التي لا يصح أن نقول لها أنك مسؤولة عن ضبط الأمن في لبنان لدينا أن يكون هناك مظلة سياسية كاملة التنسيق بين الأجهزة الأمنية ممتاز وهو الذي حمل لبنان من الكثير من الأخطار والتفجيرات في المرحلة الأخيرة ولكن هذا لا يكفي مطلوب بكرة بإخفال المدارس هو وقفة تضامنية ووحدة لجميع اللبنانيين وأنا بتمنى على كل هالمدارس تكون عم تاخد هالقرار بناء على التضامن الوطني هذا الشيء الأول والأخير لذلك بكرة بطلب من الجمعات حتى الالتزام وبطلب من كل الأهل والطلاب والأساسي أنه يكون التزامهم بس من مبدأ الوقفة التضامنية ما جرى اليوم يشكل حافزاً أساسياً لنا جميعاً في كل المجتمع اللبناني بكل أطيافه السياسي والمجتمعي أن يقف صفاً واحداً خلف المقاومة وخلف الجيش والأجهز الأمني الذين قالوا على أنفسهم أن يكونوا العين الساهرة لحفظ هذا المجتمع اللبناني بوجه قوى الإرهاب والتكفير وما جرى اليوم يؤكد أننا نسير على الطريق الصح وأن هذه المعركة مستمرة بوجه الإرهاب وهذه المعركة ليست قصيرة معركة طويلة بيننا وبينهم وبين الشعب اللبناني كله وبين هذه القوى الإرهابية أنا معنا معلومات بعد من يقف وراء لكن ليس مستبعداً على داعش وكل أخوات داعش وكل من ينتمي إلى هذه الوحوش الكاسرة أن يتبنوا مثل هكذا عمليات ضد البشرية وضد الإنسانية وضد المجتمع هذه الناس لا يوجد توقيت لا يفهمون بلغة التوقيت يستغلون أي فرصة لأي مجتمع آمن وهادئ ومطمئن حتى يدخلوا ويتكالبوا على نهشه وتمزيقه إرباً إرباً هذا ديدنهم هذه عقليتهم هذا يعني هذا تينهم ولن يتغيروا نحن كمان من قول أن مواجهتنا ضد هذه القوى الإرهابية مواجهة مستمرة ونحن على الطريق الصح ونحن على طريق الصواب ويجب على المجتمع اللبناني بكافة أطيافه هلأ مش وقت سجال هلأ وقت حداد هلأ مش وقت قراءات سياسية وأنا كوزير وزارتي بالضحية طبيعي أن يكون بالضحية وكوزير كتائبي مفروض اتضامن مع كل مواطن لبناني وكوزير أنتمي إلى حكومة اعتلاف وطني منفروض نعلن وحدتنا مع كل نقطة دم تسخط في سبيل لبنان وفي سبيل مكافحة الإرهاب أنا أقدم كل تعازية لكل عائلات الشهداء وأتمنى كل البحايا أن يكونوا في سبيل الكرامي وفي سبيل الأمن والسلام وأتمنى للمصابين الشفاء العاجل وأتقدم من هذه البيئة الحاضنة للشباب المناضل كل التوفيق في إطار وحدة الدول اللبنانية وسيادة لبنان وحرمة الحدود اللبنانية وهذا دليل إضافي كمان على أنه هذا الإرهاب لا يستثني أحداً على الإطلاق اليوم بالضحية الجنوبية قبلها كان بغير مناطق من هذه المجموعات التي لا تقيم وزناً لأي قيم ولأي عرارة لأي مظهر ألطاق في أو دين أمان الرسالة اليوم هي لألنا نحن كشعاب لبناني كثافة الناس اللي هون وبعد وقت الصلاة تماماً بالمسجد اللي حد المدرسي وهيدا فرن الإرهاب اللي عم يطلب لبنان ما قلوه غير أنه نكبر فوق المصيبة وأنه نكون قادرين أنه نتمسك بوحدتنا نتحد كل ياتنا لمواجهة الإرهاب اللي مش عم يستثني حداً اليوم الضاحية هي نموذج هي عبارة عن رسالة لكل لبنان مش الضاحية بس لأنه الضاحية المقاومة والضاحية الخط والضاحية الناجد الضاحية هي رسالة إرهابية لكل اللبنانيين لازم نحن نتحد بنقدر نواجهة في المواقف الخارجية المنددة بالاعتداء الإرهابي في برج البراجينة أدنى الرئيس الفرنسي فرانسواء أولاند هذا الاعتداء واصفاً إياه بالعمل الدنيء وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن رئيس الجمهورية يعبر عن صخته وصدمته إثر الاعتداء الذي خلف عشارات القتلى وأكثر من 200 جريح في بيروت ويندد بهذا العمل الدنيء ويتقدم بتعزيه من أسر الضحايا وأقاربهم وأضف بيان الإليزي إن الفرنسيين يشاطرون اللبنانيين الحداد الوطني وأن فرنسا ملتزمة أكثر من أي وقت مضى السلام في لبنان ووحدته واستقراره من جهتها ندت السفارة الأمريكية في بيروت بشدة بالاعتداء الحاقد في برج البراجينة وقدمت تعزيها إلى عائلات الضحايا أهلاً من جديد أجل رئيس مجلس النواب نبيه بيري الجلسة التشراعية التي كانت مقررة اليوم عند الواحدة ظهراً إلى الخامسة من بعض الظهر وكان المجلس النيبي قد أقر موازنة مموهة ببند وحيد يزيد اعتماد مشروع الموازنة لعام 2016 بمبلغ 4500 مليار ليرة ويقر قانون استعادة الجنسية إضافة إلى بند تجهيز الجيش معدلاً في جلسة ما بعض الظهر المختصرة مقارنة بأحداث الجلسة الصباحية تقرير جادغسون في حين تأتي جلسات المجلس النيابي لتؤكد على العمل مؤسسات الدولة أتت جلسة ما سمي بتشريع الضرورة لتؤكد على الانهيار التي تشهده هذه المؤسسات منذ مدة فبعد القاعر الذي بلغه النظام السياسي في لبنان من خلال تهنئة اللبنانيين لمجرد القدرة على الاتفاق على جدوى الأعمال جلسة تشريعية ما أن دخل النواب للقاعة العامة حتى عادت الإشكاليات الدستورية لتراحق المسؤولين فكتلة الكتائب انسحبت من الجلسة بعد إشارة النائب سامي لجميل إلى مخالفة هذه الجلسة للمواد 73 و74 و75 من الدستور التي تحول المجلس النيابي إلى هيئة ناخبة لا تشريعية حتى انتخاب رئيس للجمهورية الانسحاب لم يعرقل شيئا من سير الجلسة بل استغرقت الكلمات الخارجة عن جدول الأعمال ساعة ونصف لم يتم التطرق فيها إلى ملاف النفايات أكثر من ثلاث دقائق وأبرز المداخلات كانت للنائب ساشتور ساركيسيان الذي طالب رئيس الحكومة بموقف اليوم قبل الغد قائلا أن لا ملاف يوصف بالضروري أكثر من هذا الملاف ولا نستطيع أن نكمل جلساتنا وكأن شيئا لم يكن فالقصة وصلت لرقابنا بعد اللاجواب من الحكومة استهل طرح البنود للنقاش والتصويت كأن مداخلة لم تكن عشرون بندا من ثلاثة وعشرين أقرت في الجلسة الصباحية بأقل من نصف ساعة أي بمعدل دقيقة ونصف لكل اقتراح أو مشروع قانون حيث كان النواب لا يكادون يهمون لرفع أو عدم رفع أيديهم حتى يصرخ رئيس المجلس بكلمة صدق غير أن بنودا ثلاثة فقط استغرقت نقاشا داما ساعة ونصف الأول يتعلق بعقد نفقات بقيمة 2400 مليار ليرة لتجهيز الجيش وهو ملف أجل ليناقش كآخر بند بعد إعادة صياغة مشروع القانون من قبل لجنة ربعية ضمت الوزيرين علي حسن خليل وسامير مقبل والنائبين إبراهيم كنعان وسامير الجسر بهدف تقليص الرقم على اعتبار أننا ننتظر الهبتين السعوديتين للجيش التي ممكن أن تغطي بعض الحاجات أما البندين الآخرين الذين استحوذاء على النقاش فيتعلقان بفتح اعتمادات لسداد سلف الخزينة المعطاط لعام 2012 ولفتح اعتماد إضافي بقيمة 580 مليار ليرة إضافية على موازنة سنة 2016 هنا رفض النواب فؤاد السنيورة وجورج عدوان وجمال الجراح هذا الموضوع قائلين أنه إذا أردنا الإجازة بسداد سلف الخزينة فلنفعل ذلك على كل السنوات التي سبقت عام 2012 أمر اعتبره وزير المال علي حسن خليل بالمطلب السياسي أما في بند فتح اعتماد إضافي على موازنة عام 2016 فكان مطلب السنيورة بأن ترسل الحكومة كل بند تريد انفاقا إضافيا عليه ليجيب رئيس المجلس النيابي نبيه بري بأن هذا المطلب تعجزي فلعقد جلسة تشريعية احتاجنا لجمع الجن ولعقد جلسة وزرية نحتاج لجمع الأنس والجن معا على حد تعبير بري كل ذلك قبل أن يستدرك النائب غسانم خيبر كل هذا النقاش بالتأكيد على أن كل ما يتم التداول به مخالف للقوانين والدستور فأغلبية البنود التي وضعت على جدوى الأعمال جلسة تشريع الضرورة هي بنود موازنات ونحن ليس لدينا موازنة منذ عشر سنوات وهنا دعا النائبان عدوان وأنتوان زهر رئيس الحكومة تمام سلام لإرسال الموازن إلى المجلس النيابي في أقرب وقت ليتدخل النائب رهيم كرعان مشددا على أن القضية ليست فقط بالموازنات بل بقطع الحساب غير المنجز بدوره ليتعطل النقاش عند هذه النقطة وترفع الجلسة الصباحية ومن جملة المخالفات المرتكبة في هذه الجلسة كان توجيه الوزيرة أليس شبطيني سؤالا إلى وزير المال علي حسن خليل في مخص اليوروبوند وهي وزيرة لا يحق لها أن تسأل زميلا لها في الحكومة أساسا بقي بند وحيد أقر بعيدا من البنود المتعلقة بالقروض وهو اقتراح القانون المتعلق بسلامة الغذاء وأخيرا بعد طول ترحال وبعد التجوال لسنوات قربت العشر سنوات وقر قانون سلامة الغذاء الذي أعتقد أنه سينقل حياة المواطن اللبناني الحياة البسيطة وصحة المواطن اللبناني من مرحل إلى مرحل وفي الجلسة التي قال عنها السنوات أن هدفها الإيحاء للمجتمع المالي الدولي أننا لازلنا قادرين على تحمل الأعباء إيحاء آخر من رئيس المجلس النيابي بره باستعادة الجدية في مراقشة قانون الانتخاب من خلال طرحه تشكيل لجنة للتوافق خلال شهرين على قانون انتخاب جديد وإلا تحويل مشاريع اللجان النيابية المقترحة للتصويت عليها نواب حزب الكتائب ينسحبون من الجلسة التشريعية على اعتبار أنها غير دستورية وأن مهمة المجلس محصورة في انتخاب رئيس ومناصر الكتائب ينفذون اعتصاما في ساحة النجم رفضا لخرق الدستور فيما توجه نواب الأمة إلى ساحة النجم لإقرار مجموعة مشاريع قوانين بعد إنجاز التسوية التي عقدت بين بيروت والرياض اختار حزب الكتائب البقاء خارجها واضعا أولوية انتخاب الرئيس وبينما كان نواب الكتائب يتوجهون إلى ساحة النجم لتسجيل موقفهم من داخل قبة البرلمان كان المناصرون ينفذون اعتصاما أمام مقر الحزب في الصيف ومن الصيف توجه الكتائبيون إلى ساحة النجم حاملين معهم هذا النعش تعبيرا عن دفن الدستور اللبناني إضافة إلى كرسي الرئاسة مطالبين بتحويل الجلسة التشريعية إلى انتخابية لانتخاب رئيس بما أن النصاب مكتمل ساحة الاعتصام جمعت أيضا مجموعة من تجمع بدنا حاسب الذين هتفوا ضد القيادات السياسية والنواب ما أدى إلى تلاسن مع مناصر الكتائب إلا أنه سرعان ما فضى الإشكال مع تدخل بعض ناشطي الحراك المدني والقوى الأمنية وبعد تسجيل الموقف من داخل الجلسة انضم نواب الكتاب إلى مناصرهم عارضين لما حصل هل أصبح من الأسهل الاجتماع لمخالفة الدستور بدلا من الاجتماع لتطبيقه؟ هل أن إعادة تكوين السلطة وانتخاب رئيس لبنان مسألة جرى تجييرها للدول الخارجية؟ هذه الممارسة عودت اللبنانيين بأن رئيس الجمهورية ليس ضرورة واليوم نعودهم بأن احترام التستور ليس ضروريا وغدا إذا استمر الأمر على هذا النحو سيصبح لبنان برمته غير ضروري هل الاستقراض على خطورته وإنشاء الصناديق على مساوئها وفسادها أهم من الدستور اللبناني ومن انتخاب رئيس البلاد؟ رفض دولة الرئيس أن تتحول الجلسة لجلسة انتخابية؟ وبالتالي بناءًا عليه نصحب نواب الكتائب بين الجلسة باعتبار 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 أن هذه الجلسة غير دستورية وغير شرعية وتمثل انقلاب على جمهورية لبنانية وعلى عرادة اللبنانيين وعلى واجب النواب بانتخاب رئيس الجمهورية نحن مع جلسة تشريعية طوارئية فيها كل المشاريع والمرأة اللبنانية أيضاً من حقه أنه تحصل على الجنسية لوليدها لكن لما ما بيكون فيه بالبلد حالة نزوح لمليونين نازح وبالتالي في حالة خلال ديموغرافي وحالة خلال اجتماعي وقال النأب جميل لمناصريه أن درب الألف ميل للحفاظ على البلاد والدستور بدأ منذ زمن وأن ما حصل اليوم هو البداية والتصعيد سيستمر لحماية الدستور والجمهورية دعياً جميع إلى تحمل مسؤولياتهم باسل العريض خناة الجديد زحمة تظاهرات قرب ساحة النجم بدنا نحاسب والمستأجيرون القدامى وحملة جنسية حق لي ولأسرتي يدخلون بواسطة الكتائب تزامناً مع انعقاد الجلسة النيابية دعت حملة جنسية حق لي ولأسرتي إلى اعتصام رمزي قرب ساحة النجمة تنديداً برفض إدراج قانون إعطاء الأم اللبنانية أولادها الجنسية في جدول الأعمال نحنا بدنا حق اللي هو حق الدم متل ما هو حق الرجل كمان بدنا حق الجغرافيا وهوضي الولاد ما بيعرفوا وطن غير لبنان ولاد الأم اللبنانية وهني ولاقوا للبنان أكتر بكتير من الناس اللي مهاجرين من سنواته ما بيعرفوا لبنان أنا من الأول بالجمعة اللبنانية بس معين جنسية ولا لأخذ منها ولا لأفوت عنها قابة المهانسين كنا مال هيك شو بدي بالشهدة العصلية شو بدي فيها إذا ما معي جنسية ما بقدر أمن مستقبلة وفي أثناء إلقاء كلمة الحملة كانت مجموعة بدنا حاسب تتجه بمسيرة رمزية إلى ساحة النجمة تنديداً بانعقاد الجلسة النيابية واصفين إياها بجلسة العار أنه اليوم إذا انعقدت جلسة مجلس النيابي من أجل تشريع الضرورة فليكن تشريع الضرورة من أجل كوليرا فليكن تشريع الضرورة من أجل رفع زبال من الشوارع والأوبئة والأمراض والفقر وسلسلة الرتب والرواتب والوضع المزرع بالبلد اليوم صارت تشريع الضرورة من أجل حكم المصارف المصارف في لبنان وأيضاً البنك الدولي أجبر الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية ومجلس النواب على أنه نجتمعوا ما اجتمعوا على مصلحتنا اجتمعوا على مصالح هذه المصارف فمنهم نحن نزلنا نقول هيدا جلسة عار وهيدا النواب ما بيمسلونا دخول مجموعة بدنا نحاسب دفع حملة جنسية حق لي ولأسرتي إلى الانضمام إليها إضافة إلى توجه مجموعة المستأجرين القدامى إلى الصحة أيضا رفضا لقانون الإجارات الجديد الذي يهدد أكثر من مليون مستأجر بتخليات بيوتهم موضوع قانون الإجارات الأسود هذا القانون المطعون فيه للي رجع على مجلس النواب وهذا القانون للي هو رح يهجر أكثر من مليون وثمانمائة ألف إنسان موجودين خاصة كلهم كبار السن ومتقاعدين دخول المجموعات مكان ليجري لو لا تزامن تحركاتهم وتحركا لحزب الكتائب الرافض أيضا للجلسة لعدم إدراج بند انتخاب رئيس الجمهورية إذ فتحت الطريق المغلقة عادة بالحواجز الإسمنتية والحديدية بعدما قالت الكتائب كلمتها ومشت توجهت قوات مكافحة الشغب لإبعاد بقية المتظاهرين بذريعة تسهيل مرور السيارات ومن رفض نال نصيبه قرب ساحة النجم اليوم تبين مرة أخرى أن السلطة تحبذ تظاهرات من أهل البيت أما منهم خارجها فلا ساحة ولا شارع يليق بهم طليق بهم الهروات فقط آدم شمس الدين قناة الجديد صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير عقدت الهيئة العامة للمجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك اجتماعها الدوري السنوي برئاسة البطريارك جريجوريوس الثالث لحام وقد استهل الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت حدادا على الراحل الوزير والنائب السابق ونائب الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى إليس كاف ثم تحدثا عن مزاياه غبطة البطريارك ونائب الرئيس الوزير ميشيل فرعون والأمين العام العميد شارل عطا وعن موقعه في مدينة زحلي وفي الطائفة والدور التوافقي الذي أداه في انتخابات المجلس الأعلى وأشار الوزير فرعون إلى التعاون الذي كان قائما معه في السنة الماضية في عدد من الملفات والقضايا التي تخص الطائفة أزيح الستار عن النصب التذكاري لعميد الأسرة في السجون الصهيونية الأسير يحيى سكاف وذلك في منطقة المني بحضور الوزير فيصل كرامي وحجد من الشخصيات السياسية والدينية والبلدية والاختيارية والأمنية والاجتماعية والمناطقية يحيى اليوم هو الرد الصاطع على كل المتهات التي دخل فيها الشباب اللبناني فهذا الشاب ابن المني الأبي وابن طرابلس العروبة لم يضيع أنوان النضال ولم يضيع البوصلة واتجه فورا إلى فلسطين وصار أيقونة لبنانية وفلسطينية وعربية نعتز بها ونستلهم منها الأمل أكد القيادي في حركة فتح التيار الإصلاحي محمود عبد الحميد أيسى اللينو رغبة التيار الصادقة في إنجاح المحاولات لإعادة اللحمة بين مكونات الحركة وإزالة كل العقبات والانطلاق إلى حوار داخلي هادف يزيل الحواجز بين أبناء الحركة الواحدة ويعملوا على لملمة الصفوف لتبقى فتح تجمع ولا تفرق وللذهاب موحدين إلى تنشيط مؤسسات الحركة وصولا إلى نيقاد المؤتمر السابع كلام اللينو جاء في خلال إحياء التيار الإصلاحي في حركة فتح الذكرى الحادية عشرة لرحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في مخيم عين الحلوي عقدت العشائر العربية في بلدة الفعور في البقاع مؤتمرا سحفيا إثر الحديث عن خطف الفتاة السورية فاطمة الحمد الحاج رفعة التمر التي تحدث باسم عشيرة الحروق وأهل الشاب الخاطف على السويد أوضح أن الفتاة خرجت مع الشاب الذي تربطه علاقة حب معها بملء إرادتها والتي حصلت بقصد الزواج وأضاف أن العشيرة على استعداد لأي طلب من الأهل لمناسبة اليوم العالمي لمرض السكر نظم مركز اليوسف الاستشفائي في حلبة يوما طبيا مجانيا حيث إجريت فحوص على السكر والكوليسترول والدهن وقياس ضغط الدم لجميع المرضى والزوار مجانا وإعطاء النتيجة الفورية وإحالة من يلزمه فحوص إلى المختبر لإجراء مزيد من الكشوف الطبية وتوزيع عينات مجانية من الدواء وإعطاء إرشادات ونصائح لتجنب الإصابة بالمرض للسنة الرابعة على التوالي نظمت مؤسسة أزادية بالتعاون مع جمعية جذور لبنان للتجير حملة تشير في منطقة كفرذبيان حيث تولى أكثر من 300 عائلة غرس نحو 4000 شجرة أرز والزاب على امتداد الجبل قرب المساحات التي سبق وشجرت بهدف مضاعفة المساحات الخضراء في المنطقة وزيادت نسبة الغابات رغبة من المؤسسة في مكافحة التصحر والتلوث وخلق بيئة خضراء تنبض بالحياة الصحية ورفع مستوى الوعي البيئي وتحفيز الأجيال للشابة على العناية بالبيئة أهلا من جديد الجيش السوري مدعوما بحلفائه يسيطر على مدينة الحاضر بريف حلب والطيران الحربي الروسي يقصف مقار الإرهابيين بريف ذرع بعدما حرره أخيرا للجيش العربي السوري مدعوما بحلفائه فإن أهمية مطار كويرس العسكري في ريف حلب الشرقي تكمن بشكل أساسي في كونه بوابة للانتلاق بأي عمليات عسكرية نحو الريف الشرقي أو الشمالي الشرقي لحلب بعدما اختلق الجيش السوري وحلفائه دفاعات تنظيم داعش بعد السيطرة على بلدة الشيخ أحمد حيث فقد التنظيم كل مقاومات الصمود ولأن أول الغيث قطرة فقد سيطر الجيش السوري على مدينة الحاضر الاستراتيجية في ريف حلب الجنوبي بعد ذك تحصينات مسلحي جبهة النصرة وأحرار الشام من الجهتين الشرقية والشمالية وبعد السيطرة على بلدة مشرفة المريج والثلاث الأربعين جنوب شرقي المدينة وإجبار المسلحين على الفرار ويأتي ذلك فيما يوسع الجيش السوري سيطرته في محيط مطار كويريس في الريف الشرقي حيث يخوض المعارك مع المسلحين في حي سيف الدولة وجبهة سليمان الحلبي بمدينة حلب وفي ريف حلب الشمالي ويتمركز الجيش في جبل الأربعين جنوبي كفرع بيد الذي يبعد عن بلدة الحاضر حوالي تسعة كيلومترات بعد تأمين بلدة مشرفة المريج ومحيط الجبل بشكل كامل وسط قصف مدفعي وصاروخي يستهدفون نقاط انتشار المسلحين في محيط الحاضر والعيس في ريف حلب الجنوبي وبالتزامن قصف الطيران الحربي الروسي مقر لمسلح جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا في الشيخ مسكين وفي سملين بريف درع الشمالي وفي خان الشيخ بريف دمشق الجنوبي ودمرها المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لواء جور كوناشينكوف أعلن إحباط غارات طيران الحربي الروسي في سوريا في خلال اليومين الأخيرين خطط الإرهابيين لشن هجوم كبير على حما مشيرا في مؤتمر صحفي إلى أنه بفضل الضربات الدقيقة التي نفذها طيران روسي نجحت قوات الجيش السوري في فك الحصار عن مطار كويرس العسكري المقاتلون الأجانب في سوريا أعلن مجلس أوروبا أن نحو ستة آلاف أوروبي يحاربون في صفوف داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط وقال المدير العام لشؤون حقوق الإنسان وسيادة القانون للأمانة العامة لمجلس أوروبا فيليب بوايا في كلمة ألقاها في مؤتمر الرابط الدولي للمدعين في سوتي يوم الأربعاء إن هناك نحو خمسة وعشرين ألف مسلح أجنبي من أكثر من مائة بلد يحاربون في صفوف الجماعات الإرهابية بينهم ستة آلاف أوروبي وأكد بوايا أن المرتزق الأجانب يتسببون في تفاقم النزاعات المسلحة وإطالتها وبعضهم يمثل خطرا كبيرا على أوطانهم بعد العودة من خلال قيامهم بتدبير أعمال إرهابية أو نشر أفكار متطرفة بين الآخرين وكان قد سبق بوايا في معلوماته قول المدعي العام الروسي وريتشايكا أن نسبة المترزق الأجانب من عناصر تنظيم داعش تتجاوز أربعين في المائة من مجمل المقاتلين في صفوف المجموعات المتطرفة من جانبه أعلن نائب مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية يفغيني سويسويف أن نحو ثلاثين ألف أجنبي يحاربون في صفوف داعش بينهم سبعة ألاف متحدرين من دول الاتحاد السوفيتي السابق بما فيها روسيا والآن نبقى مع أبرز عنوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت الجمعة 13-22-2015 ونبدأ مع النهار عودة الاستهدافات الإجرامية تخترق مناخ التهدئة وتشريع الضرورة 43 شهيدا و239 جريحا في الهجوم الإرهابي الأطخم لداعش سقوط ريف حلب الجنوبي وتشاؤم يسبق اجتماع فييناتنان في عنوين السفير لهذا اليوم التحقيقات تركز على الهويات الأحزمة القنابل الشبكات وممرات الوصول الإرهاب ينتقم في برج البراجنة ولبنان يرد بالتماسك الوطني انقلاب ربعي فجر ذيانا السوري في عنوين الأخبار لا واحدة للإرهاب انتحاريات ضاحية على صلاة بانتحاري الشمال تفجير البرج هل يفتحاني طريقة تسوية الشاملة في عنوين الأنوار التفجير الإرهابي في الضاحية أوقع 43 شهيدا وقوبل بتنديد شامل جلسة التسوية أقرت 24 مشروعا أما في عنوين الديار المؤامرة ردا على دعوة التسوية 43 شهيدا و239 جريحا وداعش تبنى في بيان العملية ننتقل إلى المستقبل أكثر من 40 شهيدا و200 جريح في هجوم انتحاري مزدوج تبنه داعش لبنان يتحد في مواجهة مجزارات البرج إسرائيل تنتهك الأعراف الدولية إعدان فلسطيني داخل مستشفى ننتقل إلى البناء وفيها حرب اليائسين الانتحارية تضرب في الضاحية وتحصد عشرات الشهداء بعد الطائرة الروسية وقسف اللاذقية الانتحار في الضاحية استباقا لحلب حردان الرد على وحشية القتل بالضغط لوقف التمويل والاحتضان الجبهة الناعمة في عنوين اللواء داعش يتبنى التفجير الإرهابي في برج البراجينة 43 شهيدا و239 جريحا حدد وطني وأقفال الجامعات والمدارس اليوم والتشريع ينجز 23 قانونا الملك سلمان في تركيا لحضور قمة العشرين ننتقل إلى البلد وفي عنوينها الضاحية في دائرة الإرهاب مجددا ولبنان في حداد اليوم الجيش واصل تقدمه في حلب وإسرائيل على الخط الأكراد يستعدون قسما من سنجار ننتقل إلى عنوين الجمهورية الإرهاب يخترق الضاحية بمجزرة مروعة المجلس يترجم التوافق السياسي بإقرار الجنسية أما في عنوين الحياة الجلسة التشريعية تقر قوانين مالية وقانون الجنسية والإرهاب يستهدف الاستقرار الهش مجددا وداعش يدعي المسئولية انتحاريا يقتلان العشرات في معقل حزب الله البشماركة تطلق عمليات سنجار لتوحيد الأكراد نختم مع الشرق الأوسط وفيها الطاقة والمناخ واللاجئون والإرهاب أبرز الملفات وتركيا تعزز إجراءات الأمن خادم الحرمين يصلوا إلى أنطاليا على رأس وفد السعودية المشارك في قمة العشرين انتحاريا انفجران نفسيهما في الضحية الجنوبية ببيروت وسقوط عشرات القتل والجرحة تفجير داعشي مزدوج في معقل حزب الله كان في النشرة انفجار برج البراجنة 43 شهيدا بينهم قيادي من حزب الله و239 جريحا الانفجار بعيون الشهود داعش يتبنى التفجيرين وينعي ثلاثة انتحاريين فلسطينيان وسوري هذا كان كل شيء في نشرتنا مشاهدين جكنا للمتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة